السلام عليكم أعزائي تلميذ سنة الأولى متوسط أضع بين أيديكم نموذج فرض حول عمادة التربية الإسلامية للثلاثي الثاني نموذج مختصر بالإضافة إلى تعبير كتابي نبدأ على بركة الله مباشرة في النموذج عندنا وضعيتين وثالثة وهي الوضعية الإدماجية نبدأ بالوضعية الأولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق نقاط حتى كذابا نكمل الحديث المطلوب أكمل الحديث الشريف ب ما هو فضل الصدق وضرر الكذبي حسب الحديث الشريف جيم أذكر أنواع الصدق نكمل قراءة جميع الوضعيات ثم بعد ذلك نقوم بالحل الوضعية الثانية حبارة عن أسئلة أيضا الوضعية الثانية تتحدث عن الغسل ألف عرف الغسل لغة با ما هو حكمه جيم من حكمته من مشروعيته أذكر ثلاثة أسباب هذا الوضعية الثانية تتحدث عن درس الغسل لمن لم يتطرق إليه في الثلاثي الأول سوف يتطرق إليه في الثلاثي الثاني نتجه إلى آخر الوضعيات ألا وهي الوضعية الإدماجية عندنا في الوضعية الإدماجية سوف نتحدث عن الوضوء سوف نقرأ السياق والسند والتعليمة السند قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العظيم هذه من صورة المائدة قرأنا الآية الآن نتجه إلى السياق السياق طلب منك أخوك الصغير أن تعلمه كيفية الوضوء من خلال السند والسياق نفهم بأن التعبير الكتابي يتحدث عن الوضوء لذلك نقرأ التعليمة اشرح له أي أخوك في فقرة قصيرة طريقة الوضوء الصحيح كما علمنا إياه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم مع الحرس على الترتيب بمعنى الرتب خطوات الوضوء من أولها إلى آخرها نحن نكون وصلنا نهاية النموذج نتجه مباشرة إلى حل هذا النموذج نحل بالوضعية الوضعية الأولى والثانية ثم بعد ذلك في آخر فيديو الوضعية الإدماجية حل الوضعية الأولى قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فضل الصدق يؤدي بصاحبه إلى الجنة وضرر الكذب يهوي بصاحبه إلى النار أما فيما يخص أنواع الصدق ثلاثا الصدق مع الله الصدق مع النفس والصدق مع الناس حكم الصدق واجب والدليل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين نتجه مباشرة إلى حل الوضعية الثانية لكي لا نطير في الفيديو سوف أقرأ فقط الحلول لأنها سهلة جدا في الغسل الغسل لغة هو سيلان الماء على الشيء هو سيلان الماء على الشيء حكمه واجب إذا كان سوف نرفع الحدث الأكبر وإذا كان سوف ندخله في الإسلام الغسل واجب علينا أما في إطار آخر كالغسل يوم الجمعة أو العيدين فهو مستحب هنا نفهمه بالله حكم الغسل في حكمين عن الواجب وعنا المستحب رح مباشرة إلى الإجابة عن جنجي الحكمة من مشروعيته مع ذكر ثلاثة أسباب الإجابة تكون كالتالي تنظيف الجسد من الأوساخ واحد تنظيف الجسد من الأوساخ ثانيا أداء العبادة في أحسن هيئة وأكمل طهارة أداء العبادة في أحسن هيئة وأكمل طهارة ثالثا نيل محبة الله سبحانه وتعالى هنا نكملنا حل الوضعية الأولى والوضعية الثانية نتجه مباشرة إلى حل الوضعية الإدماجية اللي رايحين نكتبوا فيها التعبير قصير عن الوضوء بالخطوات ومعتبع رايحين نتطرق في هذا التعبير إلى تعريف الوضوء أهميته ومراحل الوضوء مع الحرص على الترتيب ثالث حاجة وهي أهم حاجة هي سلامة اللغة وخلوها من الأخطاء المتنوعة سواء كان حديث أو كتابة أو البلاغة أو لغة أو مرادفات إلى غير ذلك يلزم علينا أن نتبع هذه الخطوات جيدا للحصول على العلامة الكاملة في الوضعية الإدماجية أعطيكم تعبير كتابي من اجتهاده الخاص بإمكان أي تلميذ إذا وجد فيه لبس أن يغير أو يعدل أو ينقس فيه نقرأ التعبير القصير إن الوضوء من العبادات الشريفة في الإسلام وهو أول شروط الصلاة وشرط أساسي لصحتها حيث أن الصلاة هي صلة بين العبد وربه فالوضوء يحقق للمسلم الطهارة الحسية والمعنوية يسبق الوضوء النية الصحيحة وبعدها البسملة أي بسم الله ثم نقوم بغسل كف اليد ثلاثا ثم تأتي خطوة المضمضة ثلاثا أيضا وبعد ذلك نقوم بالاستنشاق بلنفي ثلاث مرات ثم نغسل الوجه ثلاث مرات من منبت الشعر وحتى الضقن ومن الأذن اليمنى لليسرى ثم نغسل اليدين حتى المرافق ثلاث مرات بأن تكون البداية من اليد اليمنى طبعا ثم خطوة مسح الرأس والأذن مرة واحدة وتأتي آخر خطوات الوضوء وهي غسل القدمين إلى الكعبين ثلاث مرات بدءا بالقدم اليمنى ونقول بعد الانتهاء من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شارك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والسلام عليكم